اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الحصة التانية من مادة ادارة المشروعات الصغيرة مادة ادارة المشروعات الصغيرة زي ما قلنا لحضراتكم هي مادة نظري عملي اغلبها نظري وفيها مسألة ولا حاجة كده عملي هنستعرضها ان شاء الله فعلى بركة الله سين واحد اكمل واللي واحد من مقومات نجاح المشروع الصغير عندي مقومات بشرية مادية مالية تشريعية تنظيمية تسويقية تمام نمرة اتنين من مصادر تمويل المشروع الصغير مصادر التمويل رأس المال المملوك اتنين الاقتراض من الغير تلاتة الاعتمان التجاري اربعة استئجار الأصول نمرة ثلاثة الزم المشرع التجار بضرورة تمساك سجلات ودفاتر منها دفتر اليومية العامة دفتر الاستاذ دفتر الجرد دفتر الصنف دفتر اليومية المساعدة طيب اول حاجة في المنهج تكلمنا عليها ولو تعرف ايه المشروع الصغير فمنقول اربعة المشروع الصغير كل شركة او منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصادية نوع ابا انتاجيا او تجاريا او خدميا ولا يزيد عدد العاملين فيه عن خمسين عاملا نمرة خمسة من المعايير الكمية في تعريف المشروعات الصغيرة عدد العاملين ورأس المال ورقم الاعمال طيب ومن المعايير الوصفية الادارة التمويل التنظيم سرية المعلومات تمام طيب ده السؤال ده من عندي اكمة تخيل ان الحجم اللي جاي الشواء اللي جاي اندولي اهو دولي امتحان الترم الاول ادي مكتوفي السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث الرابع تمام كده طيب السؤال الاول كان بيقول فيه ايه ومتوزع حتى درجاته اذكر اهم عناصر ومكونات المشروع الصغيرة اهم عناصر ومكونات المشروع الصغير واحد رقص المال اتنين الآلات والمعدات ثلاثة الخامات والمستلزمات اربع الموقع خمسة الموارد البشرية ستة تكنولوجيا ده كان السؤال الاول في الامتحان السؤال الثاني هو اللي يضع علامة صح او خطأ تمام واحد من مزايا المشروع الفردي اللي هو المشروع الصغير الفردي اللي يمتلكه شخص واحد من مزايا المشروع الفردي انه ينتهي بوفاة صاحبه او فقدانه للأهلية تمام ازاي دي تبقى من المزايا العبارة غلط دي مين عيوبه اتنين يمتلك المشروع الصغير نظام معلومات فعال ودقيق واصلا مش محتاج لنظام معلومات فعال ودقيق قبل عبارة خطأ ثلاثة يستخدم المشروع الصغير اقل من مئة عامل تمام انت كنت بتقول لي فوك ايه ايه ولا يزيد عدد العامل فيه عن كالخمسي طيب يبا لما نقول لي يستخدم المشروع الصغير اقل من مئة عامل بقوله صح اربعة رائد الاعمال هو الشخص القادر على انشاء مشروع ناجح بفكر مبتكر نقول لك ايوة فعلا اهو العبارة صحيحة خمسة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع الصغير اكثر تقدما بنقول له غلط هي اقل تقدما السؤال التاني السؤال التالت اختر العبارات من المجموعة عالف ما هي ناسبة من عبارات المجموعة به وصل تمام محلول عند حضراتكم هاو مش هنضيعه ايوة في وقت محلول السؤال ده هاو انتو هتقرؤه نيجي للسؤال الرابع بقى اللي هي مسألة تمام وبالمناسبة ممكن نيجي في الامتحان مسألة وممكن ما يجيش تمام هنشوف المسألة لو جاد بتيجي ازاي بيقول لي حدد من البيانات التالية اي المشروعين افضل كعائد على الاستثمار كعائد على الايه على الاستثمار اه ايبقى معناها لازم نكون نحافظ القانون الزوية بتاع اللي هو ايه معدل العائد على الاستثمار واخدنا القوانين دي كلها في الحصة الاولى تمام كده طي تعالوا ارى التمنيب وليه ادي البيان المشروع الاول والمشروع التاني عندي مشروع ايه صافي الربحية الوصافي الربح يعني للمشروع الاول 180 الف جنيه وصافي الربحية الوصافي الربح للمشروع التاني 100 الف جنيه جميل طيب حجم الاموال المستثمرة في المشروع الاول 900 الف جنيه وحجم الاموال المستثمرة في المشروع التاني 800 الف جنيه بيقول لي انت اشتغل بقى وهات عائد العائد على الاستثمار للمشروع الاول والعائد على الاستثمار للمشروع الايه التاني وأيهما أكبر أو أعلى قول هو ده إيه اللي يفضل الحل لهم أول حاجة منحط القانون بتاع معدل العائد على الاستثماء بتساوي صافي الأرباح اللي هو صافي الربح اللي هو صافي الربحية على حجم الأموال المستثمرة في 100 عشان تطلع نسبة مقاوية حطيت القانون نقوله بنألف بالنسبة للمشروع الأول صافي الربح كام انت بتقولي 180 ألف جنيه حجم الأموال المستثمرة كام 900 ألف جنيه يبقى 180 ألف على 900 في 100 بتساوي 20% طب أقول لك حاجة لو مخ اكتخي أو مخ اكتخين ونسيت ومنتش عارف القانون ومش عارف نعمل إيه قولي بنحط الزغير على الكبير في 100 الزغير 180 ألف جنيه على الكبير اللي هو 900 ألف جنيه في 120% طيب يبقى المعدل العهد على الاستثمار المشروع الأول 20% نجي بقى بالنسبة للمشروع الثاني برضو صافي الربح على حجم الأموال المستثمرة إيه في 100 تقولي على طول أو أوتوماتيك بقى 100 ألف على 800 ألف في 100 بتسوي 12.5% أصبح عندي معدلين المشروع الأول حيحقق معدل عهد على الاستثمار 20% والمشروع الثاني حيحقق معدل عهد على الاستثمار 12.5% إيه بنقوله المشروع الأول أفضل كعائد على الاستثمار طيب حنستكمل مجموعة أسئلة تانية متنوعة وجميلة وحلوة ونوريكم شكل امتحان تاني عشان تشوف برضو الامتحان بسيط مفوش حاجة هناخد سين واحد ضع علامة صح أو خطأ واحد يتميز المشروع الفردي بالقدرة التمويلية الكبيرة المشروع الفردي أصبح مش محتاج لأمور كتير يبقى العبارة خطأ اتنين من فوائد المشروعات الصغيرة أنها تعمل على مواجهة البطالة بقوله صح تمام كده طيب ثلاثة في المشروعات الصغيرة الإدارة منفصلة عن الملكية غلاء لا الملكية منفصلة عن الإدارة ولا الإدارة منفصلة عن ملكية إيبقى العبارة خطأ أربعة تعتبر الموارد البشرية المدربة اللي هي العمالة الجيدة الماهرة تعتبر إيه؟ من ضمن أصول المشروع بقوله صح خمسة مخاطر التشغيل في المشروعات التجارية تكون أقل منها عما في المشروعات الصناعية نقوله صح المخاطر في المشروعات التجارية ممكن تغير المشروعات التجارية من المشروعات بساطة أما تغير المشروع الصناعي للمشروع آخر ده هيكلفك حاجة كتيرة إيبقى العبارة صحيحة ستة في المشروعات الصغيرة يكون رأس المال محدودا نقوله صح يقول لي صغيرة نقوله صح سبعة تكلفة الأراضي والمباني من المقومات المالية للمشروع الصغير بقوله العبارة خاطئة تمانية يتصف رائد الأعمال الناجح ودي تكررت مرتين بالقدرة على الإبداع والابتكار بقوله صح تمام طب ده سؤال من عندي أنا هو بص بالامتحان اللي جاي هو الامتحان الشوية دولي الأربعة سئلة السؤال الأول تمام كده اللي بقولك ده علامة صحة وعلامة خطأ واحد يمتلك المشروع الصغير نظام معلومات فعال ودقيق تقول لي والله ده حاجة جميلة وصحة سعى أو يعني النقطة دي كلها اتكررت في امتحانينه وراء بعضه معنى ذلك الحاجات اللي هي الأساسية معروفة يمتلك المشروع الصغير نظام معلومات فعال ودقيق دي غلاء هي يفتقر إله اتنين يستخدم المشروع الصغير أقل من مئة عامل برضو اتكررت نقوله صح تلاتة اهو رائد الأعماء هو الشخص القادل على إنشاء مشروع ناجح بفكر مبتكر نقوله صح دي رخرة متكررة التكنولوجيا المستخدمة في المشروع الصغير أكثر تقدما بقوله لا غلط أقل تقدما خمسة الطاقة تعتبر من المقومات المالية للمشروع الصغير بقوله غلط دي من المقومات المادية طيب دي أول سؤال تاني سؤال توصيل وصل ايه من ألف ميونة سبب بيه محلول تمام كده طيب نجي للسؤال الايه التالت التالت مسألة ومحض القدر خلاص أن نفس المسألة نفس فكرة المسألة بتاعت الامتحان اللي فاء أهو حدد من البيانات التالية أي المشروعين أفضل كعائد على الاستثمار يبقى معنى زلك معدل اللي هي عائد على الاستثمار ده مهم أه بدلين بيكررواه في الامتحانات ومسألته سهلة وبسيطة ماشي البيان المشروع الأول المشروع الثاني اختلاف بس الأرقاء صافي الربحية بالجنيه صافي ربح المشروع الأول 300 ألف جنيه صافي ربح المشروع الثاني 100 ألف جنيه حجم الأموال المستثمرة في المشروع الأول 1.500.000 جنيه حجم الأموال المستثمرة في المشروع الثاني 800.000 جنيه بيقول لي بقى هو بقول لي حدد أي المشروعين أفضل كعائد على الاستثمار تقول لي والله حسن احنا حفظناه وفهمناه ونسناش كلمتا الزغير على الكبير في مية الزغير على الكبير في مية البسط على المقام في مية البسط على المقام في مية ونشوف العائد هنا كام وكام والأعلى بناخده تمام الحل معدل العائد على الاستثمار بتساوي صافي الأرباح اللي هي صافي الربعية صافي الربح على حجم الأموال المستثمرة في مية طيب نشوفها بالنسبة للمشروع الأول الزغير 300 ألف جنيه اللي هو البسط على المقام مليون و 500 ألف جنيه في مية هتساوي 20% المشروع الثاني البسط على المقام الصغير على الكبير في مية 100 ألف جنيه على 800 ألف جنيه في مية بتساوي 12 ونص في المية قدرا قدرا أن النسبتين دي هما نسبتين المرة اللي فاتت إيه بقى نقوله هنا إيه حيث أن معدل العائد على الاستثمار في المشروع الأول هو الأعلى إيه بقى المشروع الأول إيه أفضل طيب السؤال الرابع والأخير في الامتحان ده ما هي أهم مواطن القوة التي يتميز بقى المشروع الصغير أهم مواطن القوة التي يتميز بقى المشروع الصغير بص حبيبي طيب بالمناسبة ده سؤال عليه 10 درجات ماشي ممكن نقولك أنه يكتفي بخمسة فقط أنا أعمل لك التمانية كلهم واحد قيام صاحب المشروع بإدارته بنفسه اثنين الاتصال المباشر بين صاحبي والعاملين تلاتة الرقابة المباشرة على العاملين أربعة المرونة في توزيع الأعباء والصلاحيات بين العاملين خمسة الانخفاض النسبي للتكاليف ستة المرونة والقدرة على تعديل الأهداف والسياسات سبعة الانخفاض النسبي لحجم رأس الماء تمانية الاعتماد على الخامات المحلية جميل طيب هذه ألف السؤال الرابع بيه ما هي أهم مصادر الحصول على التكنولوجيا التي تطلبها المشروع الصغير هم كلمتين مصدر محلي اللي هو اسمه الداخلي ومصدر خارجي تمام قدم تحان كده خلص سؤال من عند هنا بقى أو سؤالين عشان يبغطينا كل ما سبناش حاجة اذكر الخصاص العامة للمشروع الصغير خصاص العامة واحد الملكية المحدودة لرأس الماء اثنين عدم فصل الإدارة عن الملكية تلاتة حجم المشروع الصغيرة النسبية أربعة تكنولوجيا المستخدمة أقل تقدمة خمسة المشروعات الصغيرة هي الأكثر عددا ستة تقام اللي هي المشروعات الصغيرة في العديد من المواقع الجغرافية سبعة تنشط اللي هي المشروعات الصغيرة في العديد من المجالات تمانية تتسم الأسواق بالتركيز والضيقة كلمة تتسم الأسواق بالتركيز والضيق معناه أن المشروعات الصغيرة هي مش عايزة مساحات كبيرة وأماكن شاسعة عشان يقوم فيها سوق ده أدوبك مكان بسيط محدود تقوم فيه الأسواق طيب السؤال اللي بعد كده اذكر العوامل المؤثرة على اختيار موقع المشروع العوامل المؤثرة على اختيار موقع المشروع واحد تكلفة الأرض والمباني اثنين القرب من الأسواق ثلاثة توافر العمالة وتكلفتها أربعة مواقع المنافسين خمسة توافر الخدمات والمرافق الأساسية تمام؟ بكده نكون خلصنا الحصة التانية في مدة إدارة المشروعات الصغيرة للصف الثاني التجاري شعبة إدارة غطناها كلها بأسئلة متنوعة ودي امتحانات سنوات سابقة ونلتقي مع حضرتكم إن شاء الله في باقي المواد التجاري شكرا للمشروع شكرا للمشروع شكرا للمشروع شكرا للمشروع